خزائن إيران تنتعش من عائدات النفط كما لم يحدث منذ سنوات فصادراتها النفطية سجلت الشهر المنصرم أعلى مستوى لها منذ ستة أعوام في إيران تحديداً خبر كهذا لا يبدو عادياً فالبلد يخضع لعقوبات تستهدف عائداته النفطية أعادت الإدارة الأمريكية السابقة فرضها لكن إدارة بايدن إلى الآن لم تلجأ إلى تشديد إجراءاتها التنفيذية لقطع شريان النفط الإيراني تماماً يفسر محللون نهج الرئيس الأمريكي هذا بأنه مدفوع بمخاوف من ارتفاع أسعار النفط وبالتالي أسعار البنزين في محطات الوقود وبايدن في عام انتخابات في غنى عن أي حرج إضافي يخصم من حضوظه في الاحتفاظ بكرسي الرئاسة هذا اعتبار داخلي صرف لكن عدم إغلاق صنبور النفط الإيراني يعني وفق المبعوث الأمريكي السابق إلى إيران براين هوك استمرار آلة الحرب في تمزيق الشرق الأوسط فليس من قبيل الصدفة بحسبه أنه مع ارتفاع عوائد النفط الإيرانية تشتعل المنطقة بنحو أكبر وقلاء إيران يكتسبون المال والجرأة أكثر فأكثر تصدر طهران الآن أكثر من مليون ونصف المليون برميل يومياً من النفط الخام معظمها إلى الصين وهو ما يشكل وفق هوك منجماً مالياً لطهران وبوسع الولايات المتحدة طبعاً أن تعكس هذا الاتجاه فإدارة ترامب حرمت الإيرانيين من الوصول إلى نحو 50 مليار دولار من الإيرادات السنوية وفي 2019 خفضت إيران إنفاق العسكري بنسبة 28% وخرجت حينها تقارير عن أن وقلاء إيران في المنطقة يشتكون من أن المساعدات الإيرانية قد جفت خلاصة القول بحسب هوك هو أن امتلاء خزائن إيران مرة أخرى يقضي على إمكانية قيام شرق أوسط جديد ينعم بالسلام وبدلاً من إعادة تشكيل المنطقة نحو الأفضل عادت واشنطن إلى اللعب وفقاً للقواعد الداخلية اشتركوا في القناة